في العراق فقط العمل والبطالة مترادفان وهي مفارقة تعكس تخبطا على مستوى التخطيط فالبلد يشهد استقداما كبيرا للأيد العاملة الأجنبية مع ارتفاعا ملحوظ في معدلات البطالة تتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق مثلما تتضارب نسبة البلد لسيما أن هذا ملف العمالة الأجنبية أصبح تجارة رابحة لجهات سياسية نافذة ذات مكاتب تشغيل ما جعل تستحوذ على أكثر من ثمانين في المئة من سوق العمل العراقي في بعض المجالات بالقطاعين العام والخاص وتتراوح التقديرات بشأن العمال الأجانب بين سبعمائة وخمسين ألفا ومليون عامل أغلبهم يعملون بشكل غير شرعي فيما تصعدت نسبة البطالة إلى نحو 30% وقد تضعفت بسبب أزمة كورونا والتداور الاقتصادي الكبير في السوق العراقية وفي ظل عدام تام للقوانين الضابطة لاستقدامهم تستمر أزمة العمالات الأجنبية في العراق تزاحم أبناء البلد وتشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا برغم ترحيب بعض أصحاب العمل بالأيد العاملة لرخص أجورهم وعملهم لساعات طويلة وبحسب آخر أرقام رسمية نشرت مطلع العام الجاري فإن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق يتقاضون نحو مليار دولار شهريا وميراتب يتراوح بين 500 إلى 1000 دولار ولا تبدو أسباب تشغيل العمال الأجانب مفهومة في بلد تعداده أكثر من 40 مليون نسمة ونسب البطالة عالية فإن الحل هو حث الشباب على العمل في كل شيء وليس استقدام عمال أجانب ترجمة نانسي قنقر